عقيدة بمحافظة مأرب لقاء ثلاثي بين السلطة المحلية وزارة التربية والتعليم ومنظمة رعاية الأطفال البريطانية لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بمشروع السعادة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة رعاية الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية وتمويل من البنك الدولي بكلفة نحو 31 مليون دولار حيث ضم اللقاء وكيلة محافظة مأرب لشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري وكيلة وزارة التربية لقطاع التدريب والتأهيل الدكتور زيد محمد قحطان ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوحدة إدارة البرامج بالوزارة دكتور نادر شمشير ونائب رئيس المكتب الفني بالوزارة سعيد الحرباجي ومدير المشروع بمنظمة رعاية الأطفال مصطفى حمان واستعرض اللقاء أهداف مكونات المشروع الذي ينفذ في ثماني مدارس مختارة كمرحلة تجربية بمحافظات مأرب وأبيان وتعز وحضر موت خلال الأعوام من 2022-2023 وجوانب المشروع في الاحتياجات القطاع التربوي بالمحافظة وأهمية تلبية الاحتياجات الملحة والتركيز على مشاريع التعافي بدلا من المشاريع الطارعة كما ناقش اللقاء وأثر المشروع على العملية التعليمية وأهمية دور السلطة المحلية في دعم نجاح وضرة مشاركة المنظمة للسلطة المحلية بنسخة من اتفاقية المشروع وإشراكها في عملية التقييم لمستوى التنفيذ إلى جانب الوزارة اشتركوا في القناة